دا ليه تعليق بسيط على النهاردة حفل أو مراسم توقيع العقد الرعاية الخمسة مع النادي الأهلي لمدة أربع سنوات قادمة الحقيقة أنا بس عايز أقول كلمتين يهمون جدا كابتن محمود الخطيب في مستهل كلمته ذكر أن النادي الأهلي طبعا بيرعى يمكن النادي الوحيد اللي عنده أربع فروع في الشرق الأوسط وأوروبا ويمكن كابتن محمود الخطيب دي مراسم التوقيع مع المديرة التنفيذي لشركة شيل العملاقة طبعا وأكيد طبعا نادي الأهلي كمؤسسة عملاقة كبيرة شركة وأكيد يعني من الشركات عملاقة أيضا في الاقتصاد المصري ودي حاجة طبعا أكيد مدعا للفخر لكل أهله عايز أقول بس أن كابتن محمود الخطيب في بداية كلمته الحقيقة أنا هنا عايز أتوقف عندي شيء أشكره عليه كابتن محمود الخطيب بدأ كلمته أن النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي عنده أربع فروع في أوروبا والشرق الأوسط والحقيقة لك أن تتخيل أنه أربع فروع بالمصاريف اليومية اللي كابتن محمود الخطيب أشار لها يعني حجم إنفاق كبير جدا ولكن كابتن محمود الخطيب أضاف وقال إنه احنا النادي الوحيد اللي بيرعى على تساعتاشر لعبة ده طبعا بإضافة لكرت القدر تساعتاشر لعبة بناشئنهم وناشئاتهم من أول البراعب من أول الأكاديميات لسه أربع خمس سنين وده رقم كبير جدا جدا الآن هنا بشكر كابتن محمود الخطيب لأنه الحقيقة شايل معاه أو شايل في ذهنه دائما أبدا هذه الألعاب في الوقت اللي الألعاب دي بتجيب دخل بسيط أوي يعني دخلها بسيط ولكن كابتن محمود الخطيب زا ما هو مهتم جدا بكرة القدم النهاردة بيقول يا جماعة أنا برضو عندي تساعتاشر لعبة هنا كابتن محمود الخطيب انشغاله بكرة القدم واهتمامه بكرة القدم مع شوكة الجماهير لم ينسي أبدا أنه في تساعتاشر لعبة تانية محتاجة رعاية ومحتاجة ميزانيات ضخمة رعايتها كابتن محمود الخطيب أضاف كمان أنه أي منتخب مصري على الأقل بيدم خمسين في المئة منه من كوادره أنا بيقول مش لعبين بس لا ده لعبين وأجهزة فنية وأجهزة إدارية بيدم خمسين في المئة من كوادر النادي الأهل هنا النادي الأهل بيخرج لمنتخبات مصري كوادر وبيرعاها بينفق عليها بيوفر لها المناخ الجيد في كل شيء وبيرعاها طبيا ونفسيا وكل شيء وماديا كمان بعقود كل الكلام ده والنادي الأهل بيقدم لعبته هدية لمنتخب مصري وده واجب وطني هنا كابتن محمود الخطيب أشاري ده واجب وطني لأنه يتخلى عنه النادي الأهل فيه أوقات فيه أندية أخرى أنا ما بحب شاشير فيه أندية أخرى لما عندها فرقة بتتعثر بيسرحوا الفرقة دي ولكن النادي الأهل بالعكس لما بيلاقي مشكلة في فرقة المسلم اللي وراء بتلاقي دعم غير مسبوك عامل زي ما يكون انت عندك أربع خمس أولاد في أسرة وتلاقي مثلا ولد منهم أو بنت منهم مثلا في المذاكرة متعثرة شوي تيجي السنة اللي وراء بتروح مكسف معها أكتر من بقية أولادك ليه عشان تقف على جلها تاني فهنا لازم نشكر كابتن محمود الخطيب ونشكر مجلس دارة النادي الأهلي كله على الدعم اللي بيوجهوه للألعاب الأخرى وإحنا كبرنامج مختص بالألعاب الأخرى كان يهمنا جدا وكنا سعداء جدا جدا بكلمة كابتن محمود الخطيب في الوقت اللي بكرر تاني النادي الأهلي لا يتلقى أي دعم من وزارة الشباب وراء دار هذه الألعاب آه زي ما بقولك كده النادي الأهلي لهذه الألعاب تسعتاشر لعبة بتخرج كوادر فنية للاعبين ولعبات وكل شيء للمنتخبات بدون دعم من الدولة المصرية وشل من على كاهل الدولة المصرية إعداد لعبين بهذا العدل في الوقت اللي جمعيتك العمومية تخطط المليون ده حسب تصريح معالي الوزير العامل فاروق في لقاءه مع قناة النادي الأهلي في استوديو الأبطال عاقب التتويج بكأس السوبر في كرة طائرة رجال ذكر معالي الوزير أن جمعيتك العمومية النهاردة عدت المليون في الأربع عنديه فالنهاردة النادي الأهلي أصبح مؤسسة ضخمة مؤسسة وطنية كبيرة جدا فلازم النهاردة نشير ونشكر كابتل محمود الخطيب ومجلس الإدارة أنه هم الألعاب الأخرى في ذهن كابتل محمود الخطيب بل بالعكس هو بدأ يعني في افتتاحية كلمته بذكر أعضاء الجامعة العمومية في الأربع عنديه في الأربع فروع وذكر التسعتاشر لعبة قبل ما يتكلم عن كرة القدم كان ممكن كابتل محمود الخطيب يستهل كلمته أن كرة القدم ومحتاجينه لا كابتل محمود الخطيب في ذهنه في كل يعني لقاء وفي كل راعي من الرعاة أو الشركاء بقى مش عايزين نقول رعاة أنا هي طبعا الرعاة ده وصف صحيح ولكن الرعاة بالمفهوم الجديد شراكة مش رعاية مقابل إعلان لا دي شراكة بتبقى ما بين نادي عملاق ومؤسسة رياضية عملاقة مع مؤسسة اقتصادية كبيرة جدا وطبعا كابتل محمود الخطيب لم يمس أبدا شكرا الجهات طبعا كلها اللي ساعدت في هذا يعني النجاح الكبير أو الجهات الوطنية اللي بتساند أي مؤسسة نجحة سواء رياضية أو غير رياضية دي كان كلمة الكابتل محمود الخطيب وكنا عايزين بس نشير لحاجة مهمة يمكن الناس ما بتاخدش بالها 19 لعبة كل لعبة اللي هي ميزانية انت عايز تبقى معتمد على نفسك اعتماد كل اقتصادي ده مش هيجي غير بتطوير تاني عشار لها كابتل محمود الخطيب ان كل ده مش هيحصل الا بالشريك الاول اللي موجود من 1907 الا وهو جمهور النادي الآن